قدم سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جينيف أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتورة أنجوزي أكونجو إوالان مديرة العامة للمنظمة لسعادته في مقر المنظمة بجينيف تم خلال اللقاء التطرق إلى المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بداية ديسمبر من العام الجاري وأهم المواضيع التفاوضية المتوقع الوصول إلى اتفاق حولها